حول الموضوع عندنا عبر الأقمى الصناعية من ريف درعا مرسل أخبار الآن محمد الحراني محمد مشهد جديد إذن يوضح عدم قبول ورفض الأهالي لممارسة داعش في بلدة تسيل يعني ماذا يمكن أن تحدثنا عن ما يجري هناك عن معاناة هؤلاء المدنيين نعم خديجة مساء الخير هذه شهادة واحدة من عدة شهادات في منطقة حوض اليارموك والأسينة في المناطق التي تقى في ريف درعا الغربي ويسيطر عليها تنظيم داعش في بلدة تسيل وعدوان وبلدة السجرة وسحم الجولان أيضا هذه واحدة من شهادات تجرأت أن تتحدث إلى الإعلام عن جرائم هذا التنظيم والمشاكل التي يعمل ليرتقون فيها التنظيم فاليوم قام التنظيم بإغلاق كافة المدارس في ريف درعا الغربي لا سيما في منطقة تسيل هذه المنطقة التي كانت تشتهر بالتعليم والمستويات العليا من الطلبة والمثقفين اليوم التنظيم يطمس هذه المدينة بعدم سماح لأبنائهم بالدخول إلى المدارس وفتح مقرات عسكرية لأمرائه يقوم التنظيم باستخدام مدارس كمناكز تعذيب وأيضا كمراكز لانتهاكات حقوق الإنسان هناك الخرج الأهالي عن صمتهم في بلدة تسيل بمظاهرة حاشدة من قبل حرائر هذه البلدة وشبابها ورجالها رافضين وجود هذا التنظيم بشكل نهائي في هذه البلدة تلقوا القمع من قبل تنظيم داعش وهناك تحشدات كانت لتنظيم داعش في منطقة جملة المعقر الرئيسي له وأيضا في بلدة الشجرة في محاولة إلى اختحام بلدة تسيل أيضا لقمع المتظاهرين وحملة اعتقالات ربما في الساعات القادمة تجوب المنطقة لم نتمكن من الوصول إلى صور أو اتصال حقيقي مع تلك المنطقة بسبب محاصر تنظيم إليها ولكن ربما في الساعات القادمة نتمكن من الحصول على صور حصرية للجرائم التي يقوم بها تنظيم داعش في بلدة تسيل جدير بالذكر خديجة أن منطقة حوض اليارموك تسيل وعدوان قبل ذلك قبل أن نتحدث عن المنطقة لماذا داعش منع الطلاب من الالتحاق بالمدارس لماذا قام بأخفال كل المدارس هل وصلت معلومات؟ هل قام بخطوات أخرى قبل ذلك؟ أم فجأة بدون سابق أي اندار قام بذلك؟ حسب مصدر لنا توصلنا عليه في بلدة تسيل أن التنظيم يسعى إلى فتح هذه المدارس بمنهاج خاص به يرفضه الأهالي بنشر فكر التطرف والغلو الذي يتبعه هو التنظيم عبر المدارس الشرعية ما يسميها المدارس الشرعية بالإضافة إلى أن التنظيم كان يجعل من هذه المدارس مراكز عمليات له كمراكز عسكرية وأيضا سجون له بعض الأحيان فكيف له أن يتيح للطلبة العودة إلى المدارس في هذه الأيام ماذا كنت تقول عن منطقة حوض اليارموك محمد؟ منطقة حوض اليارموك خديجة هي منطقة تمكن التنظيم أن نسيطر عليها ولأسيلا في بلدة تسيل مطلع العام الجاري هذه المنطقة تقوم فيها أبشع انتهاكات التنظيم هذه المنطقة لها أهمية كبيرة في ريف درع الغربي من حيث عدد السكان من حيث الرقعة الجغرافية من حيث أن التنظيم يسنح له من هذه المنطقة التمترس بمناطق تصعب على الثوار من مواجهته وأيضا يمنع خروج الأهالي من هذه المنطقة كتسير وعدوان والشجرة متخذة منهم دروعا بشرية الأوضاء الإنساني جدا هناك صعبة الجيش الحر في الجبهة الجنوبية اليوم يعمل على التجهيز لمعركة ربما تكون هي الحاسمة في اجتثاث هذا الفكر أو هذا التنظيم من منطقة حوض اليارموك بشكل كامل شكرا لك على هذه المداخلة معنا مراسل أخبال محمد الحراني كنت معنا عبر الأقماص صناعية مباشرة من ريف درع محمد الحراني كنت معنا عبر الأقماص صناعية مباشرة من ريف درع